القضية التانية بقى اللي انت اشارت اليها ضدنيا كده الشحاتة بالكراهية ايه ده؟ وانا عايزة اقول حاجة بجد لانه بقت فيه موضع يطلع برنامج يبدأ يجيب حد مصنف انه ضد الاهلي او كاره للاهلي او رافض للاهلي ايا كان تصنيفه ومستوى ويبدأ يتقال له الكلام اللي تقال على الاهلي مرارا وتكرارا ومن باب ايه احنا ما قلناش حاجة ده الكابتن فلان الفلان اللي قال والكابتن علان الترتان اللي قال طب وانت ما انت بتكرر وبتكرر اللي ضيف انت جايبه بشكل انتقائي عشان يقول اللي انت عايز تقوله للضغط على الجمهور كلام ده لا يجب السكوت عليه لا يجب السكوت على الاساءة للنادي الاهلي حتى لو كانت نقلا عن اخرين في فترات سابقة وكل برنامج يتحمل مسئولياته في الجزئية دي لانه الاساءة للاهلي حتى وان كان نقلا عن وعن 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 العنعانة دي لا تسقط للمسئولية القانونية ولا المسئولية حتى المهنية لكن فكرة انا مش هشجع الاهلي انت كده عملت خدمة للاهلي انا مش هم ايه المشكلة انت قولت اللي شجعته نفعته يعني انت كنت نفعت اللي شجعته خليك والنبي اوه هتشجع الاهلي مين قالك ان مشاعرك لو هي مع الاهلي في نهاية افريقيا هتفيد الاهلي بحاجة ايه جدوى لا شجع اللي انت عايز تشجعه سيد براهيم ايه جدوى ان انا اقول ان مش هشجع وهشجع وبحبه او بكرة الكلام دي يعني ما ييجي نجم من الطراز المؤثر على الرأي العام يطلع يقولك المتين دول هتجد ان الرأي العام منقصم ما كانش ينبغي تقول كده وانت تقولك ايوة كده ما هو ده لعيب مؤسف لكن انت يعني عايز توصل ايه انك انت بتكره الاهلي كده فبعض لزمالكوا يسقفوه لك ويحبوك يعني فليا لكن انت لن تؤثر على شيء يعني سواء انت كده بيخذ بالاهلي شجعت بالكينون بتاعتك دي مش عايزوا يكسب ما هو مؤكد انك مش عايزوا يكسب باش انت يعني ما هي جدوى انك تقول هذا الكلام توم تستضاف يعني هي الفكرة ايوة مش مشكلته دي القضية عند الحقيقة انه المبرر الوحيد اللي بيخليه يستضيفه انه بيكره الاهلي او بيجاهر بكراهيته طيب وانت بتكره الاهلي بتحب نديك او كده كيف ساهم في خدمة نديك والمدة تقدق ايه يعني مدة ادائك مع اللي بتحبه اه عملتين له ايه عملت ايه واللي بتكره انت عارق احنا عارفين انت عمرت انت عورت لعبته عامدا اه وقلت كده عشان تكسب اه اه يعني وما حدش حاسب حد يعني الحقيقة دي جريمة ده دي جريمة لوحدها اذا كان الناس تشوف ان هي دي الخدمة خلاص هو على فكرة عملها والناس اقلت وش اقرب لا وهذه النوعية بجد كل الناس لقت الاحترام لكن هذه النوعية اللي هي يعني مبرر لاستضافة الوحيد بتاعها اصلا ما فيش تاريخ يعني ولا جغرافية مبرر الاستضافة الوحيد ان عنده قدر من الاعلان التجرؤ حتى باعلان الكراهية وهنا عايز اقول حاجة اتفهم تماما انه فيه كتير من جماهير الاهلي والزمالك بيلعب مش عايز الزمالك يكسب وفيه كتير من جماهير الزمالك والاهلي بيلعب مفهومة مفهومة لكن خدوا بالكم المسئولية الاعلامية هنا لها دور في حتة عدم اشاعة المشاعر السلبية بين الناس او الجاهر بيها المسئولية الاعلامية في السلام الاجتباعي لانك انت لما تقول ده من خلال الاعلام تجاهر بانه فيه فريق يقولك احنا هنشجع المشعرف لو مين ضد الاهلي هنشجعه لا انت هنا بتصدر للجمهور في الشارع مشاعر سلبية ممكن تقدر علاقتهم ببعض احتفظ بمشاعرك واحتفظ بتشجيعك انا بقولك والله من مصلحة الاعل ان انت ما تشجعهوش ما انت ما عملتش حاجة للي انت بتشجعه فاحتفظ بمشاعرك وبانتمائك وبرغباتك مع نفسك لكن المجاهرة بيها على المستوى الاعلامي اولا ده فيها اساءة لمشاعر المتلقي نفسه لانه التلفزيون ده تلفزيون مصري والقناة دي قناة مصرية واللي قاعد قدام الشاشة الغالبية منهم نلعب جمهور كورة يعني فيه اهل وفيه زمالك وفيه بقية الاندية انت بتصدمه في مشاعر والاسرة الواحدة قاعدة الاهلاو جنب الزمالكاوي هي المجاهرة بالاعلان عدم المساندة هي دي مشكلتها على المستوى الاجتماعي نفسه انما فكرة ان انت عايز تشجع اولا فسألت سؤال استاذ برايم احنا ليه بنقول كده طب اما هو حر هل انت او احد البرامج المنتمية للنادي الاهلي او حد من نجوم النادي الاهلي طلع اهلا انا بكره الزمالك لا خالص اطلاق ما تسمعهاش حتى لو مش معنى انك بتحب النادي لانك لازم تكره الزمالك يعني ايه الحب ضد الكره ما تحترم انما فيه تضارم مصالح يعني انت هتلاقي كتير جدا من هبناء النادي الاهلي ولكنك بحب النادي الاهلي ومحترم الزمالك يعني قالها بشياكة ها الكابتن حازن مامك كبير ها قالك يعني انا ايه مصلاحة ان انا اموت نفسه على موضوع الاسماعيلي المنافس بتاعك خلاص ماشي بس انت قلتها وفسرت فسرت الحميمية جاية من ايه ان فيه تضارم مصالح مفهومة وعلى فكرة وموجودة موجودة بشكل واقعي المجاهرة بيها اعلامية انما السلوب الفد واتبح خروف واتبح ومتصور مع مع عجلي واتبح خروف واتبح بس الله حاسة انا قبل كده ما دبعتش ومش هتتبح بعد كده لا بإذن الله يعني الا اللي بيوفر حتى لو دبعتش اه ده يا اخي احتسبوا لي وجه الله مش في سبيل الكراهية عندما تتحقق الصدقة بالكراهية كيف تقبل منك هذه الوضحية انك انت مقدمها في سبيل نجاح سياسة الكراهية انا هنا مش مش اصدي ان انا قلوم حد قوي انما عايز اقولوم الطريقة الجديدة في الاعلام اللي بقت مبنية على اتنين يحفلوا على بعض فاعمل مشاهدة اجيب واحد يشري من نادي الاهلي اعمل مشاهدة او اعمل مصدقة او مكانة لحد على حساب النادي الاهلي لان هذا سلوك يتنافى مع الفير بلاي يتنافى مع محاولتنا جميعا في اشاعة الروح الرياضية ونرجو ان احنا نتنبه ان كفاية بقى مغازلة لبعض القطاعات منها الجميل لان فيه قطاعات كدير جدا وبعضهم زمال كوية كتار جدا انا شايفهم من دايقين من الاسلوب ده هي المسؤولية الاعلامية يعني سداني دي المراجعة اللي لازم ان تكون انت لما بتستضيف حد ما تقوليش ان انت بريق من ده ودخلين على عيده كل سنوة انت طيبين يعني الاختيار الانتقائي من البداية هدفه واضح وتغذيته دايما وابدا بكلمات ضد النادي الاهلي وموسيئة حتى وان كانت قيلة من البعض في ظروف مختلفة اجترارها باستمرار واستمرارها لا دي امور لا يجب اصلا هو الخوف ان ان يبتدي حد يرد بنفس الاسلوب ويعني المواضيع يعني اللي عايز يرد بالاسامة ده على فكرة اسهل شيء اصعب شيء الانضباط وانك تحسن مسئوليته اتجاه مجتمعك احنا عايزين كل الاندية تعيش في احسن حال في اقوى صورة بالظبط وانه تنافس وانحنا عايزين يكون احسن بالكويسين ده حقنا وده حقهم بالظبط ما نزعلش من بعض في هذا التنافس لكن بقى ان احنا نخش على قضايا بعض ونسفه من مكانة ما يحققه النادي الاهلي في سبيل اكتساب شعبية لا 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 تماما يعني احنا عايزين